بصوا يا جماعة نادي الإسماعيلي أصدر تعالي بقى تعالي خلاص نادي الإسماعيلي أصدر بيان رسمي حالاً دلوقتي أنا أقرأ لحضراتكم لسه جايلي حالاً وهقرأ على طول دلوقتي النادي الإسماعيلي في دوق ما انتهت عليه مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الإسبوع الثامن عشر وما شابهها من قرارات تحكيمية أصارت جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي فقد قرر مسؤولي أو مسؤول النادي الإسماعيلي التقدم باحتجاج رسمي شديد اللهجة ضد طاقم التحكيم الذي افتقد لمعايير الحيادية في اللقاء وحرص على إلغاء هدف صحيح بشهادة الجميع فضلاً عن إخفال ركلتي جزاء وفقاً لتصريحات أغلب خبراء ونقاد الكرة المصرية كما يطالب النادي الإسماعيلي بضرورة إجراء تحقيق عجل مع طاقم التحكيم بسبب الأخطاء التي خركت عند طاق الأخطاء التقديرية رغم وجود تقنية الحكم المساعد الفار وتسببت بشكل عام هذا الموسم في فقدان الفريق نقاط عدة على مدار هذا الموسم أزمت من موقفه بجدول ترتيب الدوري المحلي ويؤكد النادي الإسماعيلي على ضرورة تعيين طاقم حكام دوليين في المباريات المتوقعة بمسابقة الدولي نظراً لحسية الموقف مع التجديد على الوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية لضمان حصول كل فريق على حقه تعال بقى آخر جزئي دي ركز معي فيها قوي كما نؤكد أن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقية حمزة الجمل نفى ما نشره على لسان لعب الوسط محمد حسن بشأن الهدف الذي سجله وأكد كافة خبراء التحكيم صحته وعدم لمس الكرة بيده كما تصرف الحكم أحمد الغندور وألغى الهدف معلش هنا بقى مع كامل الاحترام للنادي تعالي مع كامل الاحترام للنادي الإسماعيلي وهذا البيان المحترم منذ لحظات مش من كتير يعني منذ لحظات هنحاول نجيب لحضراتكم من المداخلة مرة أخرى الكابتن أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي قال لي على الهواء يعني اللي لسه داخل معنا لحلقة دلوقتي قال لي نصا كده ان محمد حسن قبله ان الكرة لمست رجله وبعد كده لمست إيديه ودخلت المرمى تاني هو هنا البيان بيقول انه محمد حسن ما لمس الكرة بإيده وانه الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بيقول ان محمد حسن أبلغهم ان الكرة ما لمستش إيده بالصوت كابتن أحمد العجوز على التليفون دلوقتي قال ان محمد حسن أبلغه ان الكرة لمست إيده وبناء عليه طبقا للقانون الكرة قدام لمست رجله ثم إيده ودخلت في المرمى فالكرة لا تحسب هدفا بغض النظر مرة أخرى انا كنت منذ لحظات مع الإسماعيلي في حقه انه كان البار لازم يعيد الكرة مرة واثنين وتلاتة مش مع مش مع ان الكرة هدف ولا انا مليش ان انا اقول بس كان من المفترض ان البار يعيد اللقطة مرة واثنين وتلاتة ده كان رأي الكابتن جهاد جريشا بس الكابتن جهاد جريشا نفسه بعد مدخلة الكابتن أحمد على العجوز قال أدام بكل لمست رجله وإيده إذن الهدف غير قانوني إذن الهدف كان لازم يتم إلغاؤه وده برضو جيمي قاله هنا في بداية هذه الفقرة مع كامل كامل لاحترام لبعان النادي الإسماعيلي